السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي ودرسي جديد من دروس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبعا أنا بشكر الناس الطلاب والمدرسين اللي دخلوا على الفورم وابتدوا يحلوا الأسئلة بعد ما تفرجوا على الدرس ودي حاجة جميلة جدا أنا عايزة أنت تتفرج على الدرس كويس هتحل الفورم الموجودة عندك في الشات وإن شاء الله بإذن الله مع كتاب المدرسة الدنيا هتبقى جميلة جدا جدا أنا بشكر برضو كل الناس اللي هي اللي دخلت فيه لقيت ناس كتير قوي بصراحة دخلوا وابتدوا يعملوا يحلوا الفورم وفي ناس جايبة درجات كويسة جدا وازاي ما احنا شايفين كده في ناس جايبة تلاتين من تلاتين اللي شايت نفسه أنه هو ما جابش درجة كويسة يبقى أكيد كده ممكن يرجع للدرس في أي وقت سوى على الرابط بتاع قناة مدرستنا أو الدرس بيفضل موجود معاك أسبوع على الرابط اللي احنا بنبعته لك وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم دايما كده بتحلوا كويس وبتذكروا كويس وأشوفكم أكبر ناس بتحب التكنولوجيا وبتفهم تكنولوجيا في الدنيا تعالوا بقى النهاردة ناخد درس جديد من الدروس بتاعتنا ونكمل المحور الأول اللي هو دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا نهاردة هناخد درسين الدرس الخامس اللي هو مهارات البحث الرقمي وهناخد الدرس السادس اللي هو الأجهزة المحمولة يبقى احنا ناخد الدرس الخامس مهارات البحث الرقمي والدرس السادس الأجهزة المحمولة تعالوا بقى كده مع بعض أول درس وهو الدرس بتاعنا المفروض أن احنا بعد الدرس ده هنستخدم اختصارات لوحة المفاتيح وزي النسخ واللصق في معالجة النصوص ونفرق بين عمليات البحث في قاعدة البيانات وفي المكتبة وعبر الإنترنت ونحدد كمان أداة البحث أول حاجة أولاد وحاجة مهمة جدا وتقريبا أنت بتعملها وانت يعني كل يوم بتعمل بتاخد حاجات تعملها قبي وبعدين تعملها بيستول تلزاقها في مكان تاني هو ده اللي بنسميه أدوات التحرير الرقمي دي أدوات التحرير الرقمي المفيدة مفيدة إزاي لأن أنا باخد نسخي من مكان وبحط في مكان تاني سيء مثلا أنا عايز لو أنا هكلمك على الفيسبوك أنت بتعمل إيه على الفيسبوك ساعات بتاخد حاجات قبي من عند أي حد عمل بوست كويس وبتروح أنت عمله لزق عندك أو لصق عندك على الفيسبوك هو ده بالضبط زي كأني مثلا بشتغل برنامج وورد زي كأني باخد رسالة من على الواتساب ده بسميه نسخ خدت نسخ يعني حددت الكلام وعملت قبي أو عملت نسخ وبعد كده رحت المكان اللي أنا عايز أحط فيه الحاجات الموجودة دي وعملت تمام؟ في حاجة بعد كده اسمها القص القص دوت إن أنا مثلا هاخد الحاجة ومش نسيبها في المكان الأولان يعني مثلا أنا شغال وورد عملت تحديد لكلمات معينة وعملتها قط أو قص القص ده بيعمل إيه؟ بيبتدي يعمل لي عملية آآ آآ يبتدي يعمل لي عملية إيه أولاد؟ يبتدي يعمل لي عملية إزالة لي الكلام اللي موجود وياخده لي عشان يحطه في مكان تاني يلزقه في مكان تاني عمله قط وبعد كده عمله بيست في مكان تاني يبقى النسخ واللصق والقص من أكثر أوامر معالجة الكلمات شيوع ما في حاجات تانية ولسه نتعلمها كل شوية دي بقى مفيدة زي ما احنا قلنا إيه؟ لما بعمل نسخ لوقبي أو لصق بيست أو قص قط نص أو معلومات أو سور في ملف معالجة النصوص تمام؟ استخدام اختصارات لوحة المفاتيح تعالى نتفرق بقى على شكل الايكون بتاعة النسخ اللي هي القبي النسخ بتبقى زي اتنين صورة كده فوق بعض أو زي كأنه مستند اتنين فوق بعض كده أو ممكن أن أنا أجيبها ازاي با يا ولادي أن أنا أعمل القبي دي ازاي؟ أو النسخ دي ازاي؟ في عندي في الكيبورد في زرار اسم كنترول الكنترول دوت بضغط عليه أفضل ضغط عليه وبعدين أضغط على حرف السي يبقى أنا كده عملت نسخ للنص بس ده بعد ايه يا ولادي بعد ما أعمل له تحديد خلي بالك أن أنا عشان أدي أمر للكمبيوتر على أي كلام لازم أحدد الكلام الأول وبعد ما أحدده أروح بقى أدي له الأمر اللي هو كنترول ودسعة السي تمام؟ أو سي ام دي برضو موجودة عندك ودسعة السي أو كمان هلاقي فيه اختصارات في البرنامج نفسه تمام؟ هاجي ليه اللصق اللصق نفس الحكاية أنا خلاص خدت الايه؟ خدت الجزء بتاعي منه صورة أو نسخة واروح للمكان اللي أنا هعمل فيه بيست أو لصق وديه الايكونة بتاعته وببدأ أعمل ايه يا شباب؟ ببدأ أقف المكان وابتدي أعمله بيست أو لصق أو أضغط كنترول وافضل دايس على زرار الكنترول وبعد كده أضغط على زرار الـ V أو أضغط على السي ام دي وبعد كده الـ V تمام؟ طيب القص زي ما احنا قلنا إيه الفرق بين اللصق والقص يا شباب؟ إننا لو أنا عملت النسخ لو عملت النسخ باخد نسخة طيب وبالزقها باللصق اللي هي البست طيب لو أنا هقص يبقى معنى كده إن أنا مش باخد نسخة ده أنا باخد كل الكلام اللي موجود بمحيه من المكان اللي فيه وبروح ألزقه في مكان تاني أو أقصه أو أحطه لصق في مكان تاني يبقى القص أو القط معناها أني هاخد الكلام هاخد الكلام بتاعي ومش هيبقى موجود وبعد كده روح للمكان اللي أنا عايز أحطه فيه وقف بالماوس وبعد كده أعمل له كنترول V أو أعمل له لصق اللي هو بيس طيب القص الاختصار بتاعه من لوحة المفاتيح كنترول زائد X طيب وإحنا ليه بنتعلم الاختصارات دي؟ علشان خاطر كل ما أنت تبقى عارف الاختصارات بتاعة لوحة المفاتيح أكتر كل ما سرعتك في الكتابة تبقى أكتر أعرف أكتب بطريقة أوضح أعرف أكتب بطريقة أسرع تمام؟ وبالتالي هتوفر لي كتير من الوقت هنيجي بقى الأدوات البحث الرقمي يعني إيه أدوات البحث الرقمي؟ البحث عبر الإنترنت طبعا كلنا عارفين وكلنا بنعمل ده تقريبا إن أنا بدخل أبتدي عايز أتفرج على موفي معين فيلم معين مسلسل معين عايز أشوف درس تعليمي ببتدي أدخل أبحث على الإنترنت لو أنا مثلا عايز أعمل بحث على مدرستنا قناة مدرستنا ببتدي أدخل وأكتب قناة مدرستنا يبتدي محرك البحث بعد ما أنا ما بكتب الكلام اللي هو محركات البحث المتخصصة أو المكتبات الإلكترونية لو أنا ببحث عن حاجة فيها متعلقة بمكتبات كتب أو دراسات أو أبحاث أو رسائل وابتدي أدخل الكلام ده كله وابتدي أدوات البحث هنا تبتدي تعملي عملية مساعدة يبقى هنا أدوات البحث الرقمي بتساعد في البحث عن المعلومات المطلوبة لكن النتائج الصادرة عن كل منها تكون مختلفة ولذلك بتساعد معرفة النتائج اللي بتحتاج إليها بتحديد أداة أو أدوات البحث اللي بيمكن استخدامها يعني أنا لما باجي أبحث على حاجة قناعة اليوتيوب بروح على اليوتيوب أما باجي أبحث عن كتاب أو دراسة بروح على المكتبة بس كل ده اللي بيعملهولي حاجة اسمها محركات البحث تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده وهي محركات البحث أو السيرش انجينز اللي هي من خلالها ببحث عن المعلومات أو الفيديوهات أو الأبحاث أو الكتب اللي أنا أو المكتبات اللي أنا هدخل عليها طيب محركات البحث ديت يا شباب منوعة جدا كلنا عارفين الايه الجوجل جوجل كروم اللي أنا بدخل عليه وده غالبا موجود على كل الأجهزة بتاعتنا في عندي برضو اللي هو انترنت اكسبلولر ده برضو اسمه محرك بحث يعني أنا لو قلتلك من محركات البحث اكسبلولر هتقول لي اه لو قلتلك من محركات البحث الجوجل هتقول لي اه فيه كمان محرك بحث كمان بدخل من خلاله أبحث وهو الياهو كمان عندي الفايرفوكس كمان عندي الأوبرا كمان عندي حاجة اسمها البينك كمان عندي حاجة اسمها اليندكس كمان عندي البيدي البيدي الحاجات دي كلها بسميها محركات بحث يعني ممكن اي حاجة من دي تكون معمول لها ستب على جهاز الكمبيوتر بتاعي اقدر من خلالها أدخل واعمل عملية السيرش أو البحث اللي أنا عايز طيب محركات البحث دي مهمتها ايه اول حاجة بتساعد البحث يا محركات البحث دي الأشخاص على البحث في مواقع الانترنت بناء على ايه بقى يعني أنا بعمل ايه عشان ابحث بكتب كلمات او عبارات كمان دلوقتي فيه البحث بالصور كمان هي سهلة الاستخدام وسريعة جدا باننا لو ما عنديش محرك بحث ببساطة جدا يبقى مش عرف اتصل بعالم الانترنت وغالبا ما تظهر العديد من النتائج ابتدي انا اختاري المناسب منها حاجة لازم نتذكرها استخدام مهارات التقييم الخاصة بك لتأكد من ان المحتوى اللي بتختاره موسوك ودقيق ياولاد نخلي بالنا ان احنا وإحنا بندخل نعمل سيرش ان الحاجة اللي هندخل عليها تكون مواقع موسوك فيها يعني لو هبحث عن كتب ابتدي ادخل المكتبات اللي هي المكتبات الموسوك فيها اللي احنا هنقولها دلوقتي في الدرس بتاعنا ابتدي ادخل على الفيديوهات ابتدي ادخل على الفيديوهات الموسوك فيها او قنوات الدراسية الموسوك فيها تعال نفهم بقى يعني ايه قواعد بيانات يعني ايه قواعدة بيانات لما انا بدخل على مكتبة المكتبة دي مش هي المفروض ان انا لما اقول له هاتلي كتاب عن مثلا التنظيم والادارة أو هاتلي الكتاب بيتكلم عن العلوم في جزئية معينة يبتدي هو بيدخل بيسرش وبتدي يطلع للناتج طب هو بيسرش جوه ده إيه؟ جوه دولاب الدولاب شاكين الصورة دي؟ الدولاب ده موجود في مجموعة الكتب أو مجموعة الأبحاث اللي هبتدي أنا يجيبها لي لما أنا أكتب الكلمات بتاعتي طيب الدولاب ده بسميه data base أو بسميه قاعدة بيانات يبقى إذن محرك البحث بيكون مرتبط بقاعدة بيانات قاعدة البيانات دي بيكون حطتلي في الدولاب بتاعتها دي الحاجات اللي أنا لما سرش عنها تجيلي طب لو في حاجة مش محطوطة جوه الدولاب ده لما سرش مش هتيجي تمام؟ يبقى إذن عشان أنا سرش لازم أسرش على المحرك البحث يكون عنده قاعدة بيانات وقاعدة البيانات دي أقدر أدخل من خلالها أبحث على المعلومة يبقى إذن قاعدة البيانات أو الـ data base عبارة عن مجموعة من المعلومات تخزن عادة في نظام الكمبيوتر النظام يعني قاعدة يعني الدولاب يعني النظام بتاع الكمبيوتر الكمبيوتر اللي موجود فين؟ الموجود على اللي هو سرش انجين اللي هو محرك البحث ويمكن الوصول إليها مجانا من خلال مدرستك طب إذا أوصل إليها مجانا إزاي؟ ده أنت معاك كنز أنت معاك أنك أنت تعمل حساب على بنك المعرفة المصري وتبتدي تدخل من خلاله وتبتدي تعمل الأبحاث بتاعتك تتفرج على الدروس اللي احنا بنعملها على دروس الساينس على دروس الماس على العلوم على العربي على الحاجات الجميلة اللي هو بنك المعرفة مدهالك أنك أنت مجانا ومن خلال أنت ممكن تدخل بالحساب الموحد بتاعك اللي هو الحساب المدرسي وتقدر توصل لبنك المعرفة وتستفيد بكل الأشياء المجانية جواك كمان يمكننا أيضا البحث عن المعلومات من المجلات والصحف من خلال قواعد البيانات أنا مجلات وصحف مش الورقية يا شباب أنا بتكلم عن المجلات والصحف الإلكترونية بدخل على المجلة الإلكترونية وبعمل سرش عن معلومة بيبتدي يجيب لي المقال يبتدي يجيب لي الكلام أو الموضوع المكتوب فيه كلمات دي ممكن يتم كمان من خلال مكتبة المدرسة تمام؟ أنت لو أنا هتكلم مش هدخل على النت بعمل إيه؟ بدخل على قعدة بيانات المدرسة اللي هي المكتبة بتاعت المدرسة وبدخل أبتدي أسرش على الكتاب بتاعي من خلال قعدة البيانات الموجودة في المكتبة وبتدي أجيب الكتاب وأراض سوى بقى كان ده إلكتروني أو ورق كمان زي ما قلنا بنك المعرفة المصري اللي هو الإيكي بي أنت مجرد ما تكتب إيكي بي على المحرك البحث سيطلع لك على طول بنك المعرفة المصري عنده قعدة بيانات عامة ليها كتير جدا من الموضوعات لكن أهم شيء في الموضوع إنها موثوقة وضقيقة طيب تعالى بقى نشوف حاجة تانية موجودة في المكتبات اللي هي حاجة اسمها فهارس المكتبات الفهرس بتاع المكتبة يعني إيه؟ الفهرس ده تعالى أقولها لك ببساطة كده مش أنا قلت إن أنا عندي أدراج والأدراج دي هحط فيها الكتب بتاعتي طب أنا عشان أدور على كتاب بسرعة هفضل بقى أفتح كل درج وأفضل أدور في كل الكتب الموجودة قال لي لا ده أنت عندك حاجة اسمها فهرس زي كده ما أنا عندي نوتس كده وبحط أرقام تليفونات فيها بحط مثلا حروف الألف لوحدها وحروف البهل لوحدها وهكذا دي حاجة اسمها الفهرس فهرس المكتبة قعدة بيانات بتضم كل المصادر اللي بتحتويها المكتبة الفهرس ده بيبقى محطط لي فيه زي كأنه بالضبط فهرس الكتاب أنت لما تكون عايز تدور على درس في الكتاب بتاعك بتعمل ايه؟ بتفتح الفهرس الموجود تبتدي تشوف الصفحة كام بتاعت الدرس تبتدي تروح للصفحة نفس الفكرة يا شباب لكن فهرس المكتبة بيبقى عبارة عن قعدة بيانات قعدة بيانات دي وما بتتعمل بطريقة الالكترونية زيها بالضبط زي ما أنا هم عاملها يا دوي بس تكون الفرق بينها أنها هتبقى أونلاين تمام؟ البحث بتاعي كمان قد يتضمن البحث فيرس المكتبة كتاب منشور حديثا بما في ذلك الكتب الالكترونية اللي فيها أبحاث وفيها موضوعات معينة طيب أنا لما بدخل عندي زي ما قلتلك فيه مكتبات جميلة جدا وموصوك فيها زي مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية دي موجودة أونلاين على فكرة يعني ممكن تروح فيها من جوة تدي سيرش يطلع لك الكتاب يقول لك في المكان الموجود في مكان كذا أو أونلاين من خلال الإنترنت من خلال زي ما احنا قلنا اللي هو إيه سيرش أنجين أو اللي هي زي الجوجل زي الياهو زي أي حاجة موجودة معمول لها سيطب عندك على الجهاز مكتبة الإسكندرية ليها فيهرس ده بيمكننا من استخدامه من خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط احفظ الرابط أو اكتبه عندك لو معك نوتس تكتب فيها اكتب www.biblex.org ده مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية محتوي على كثير جدا من الأبحاث ومن الكتب ومن الرسائل رائعة يا شباب جميلة جدا أنا عايزاكوا تدخلوا تبتدوا تشوفوا المعلومات الموجودة ما تحب تعمل بحث ما تحب تزود الثقافة بتاعتك إن شاء الله هتلاقي حاجات رائعة طيب فيه بقى شروط لما أنا أجي أبحث في قاعدة البيانات مش بكتبه خلاص لا ده احنا لازم نتعلم أصول البحث يا أولاد في قاعدة البيانات لما باجي أبحث في أي قاعدة بيانات بستخدم البحث بالكلمات المفتاحية يعني إيه كلمات مفتاحية مثلا أنا ببحث عن عايز أتعلم حاجة عن التعليم الإلكتروني مثلا فهاجي هقول هكتب التعليم الإلكتروني وممكن أكتبه بالإنجلش إيه ليرنين أو اختصار إيه وأكتب جنبها ليرنين أو أكتب ما يتعلق بالتعليم عبر الإنترنت كل دي مصطلحات أو كلمات مفتاحية مجرد أن أنا بكتب كلمة والكمبيوتر بيتعرف على المفتاح بتاعها لما باجي أداء أسأل عن حاجة مثلا على التحول الرقمي هكتب كلمة التحول الرقمي كلمة التحول الرقمي دي بذاتها اسمها كلمة مفتاحية إن أنا بتفتح لي البحث في قاعدة البيانات كمان قاعد النظر في نتائج عنوين الموضوع مش أي موضوع أدخل أبتدي أجيب منه أبحاسي ده أنا لازم أتأكد إن العنوان بتاع الموضوع صح افريد أنا كتبت له حاجة وجاب لي حاجة تانية لا ده أنا أتأكد إن أنا كتبت الكلمة صح وإن هو كمان دخلني على الموضوع بطريقة سليمة كمان أبحث عن باستخدام المصطلحات زي ما احنا قلنا أستخدم المصطلح وأنا بدور يعني مثلا المصطلح بتاع التحول الرقمي ده مصطلح تحول الرقمي التعلم الإلكتروني تمام الزكاة الاصطناعي كل دي مصطلحات لو أنا بحثت من خلالها هيجيب لي تعريف المصطلح وما يتعلق به كمان ممكن أستخدم حقول أخرى متوفرة في قاعدة البيانات زي اسم المؤلف عنوان المجلة عشان أديق حدود البحث مثلا أنا عايزة المؤلف اللي اسمه محمد اللي عمل التحول الرقمي في مجلة كذا يا سلام ده أنا كده عملت عملت له إيه بقى ديقت عليه البحث في قاعدة البيانات عشان يجيب لي البيان اللي أنا عايزه على طول طب افرد ما جابوه بقى معنى كده إن العنوان ده أو المجلة دي أو المؤلف ده ما حطش الحاجة بتاعته على الانترنت تمام ما أنا مش شرط كل اللي اكتبه يا شباب يطلع لي يطلع لي إمتى لما يكون متوفر أو موجود في قاعدة البيانات هيساعدك بقى نطاق البحث إنك تحدد التاريخ في العصور كمان على أحدث الأبحاث أو يمكن أقوله دورلي على الأبحاث المتعلقة بالتحول الرقمي سنة 2023 هيروح جايب لك الحديث كله مش هيجيب لك مثلا من 1980 تمام تعالوا بقى نختبر نفسنا يا رب يكون الجزء اللي فات ده فهمناه لو مش فهمناه عندك الحال أعيد وزيد لغاية ما تفهم أول حاجة بيقولك وعد البيانات هي مجموعة من المعلومات اللي بيتم تخزينها عادة في نظام الكمبيوتر أعتقد إن الإجابة صحيحة تمام هناك طريقة واحدة فقط للحصول على نتائج بحث مفيدة هل في طريقة واحدة بس لا طبعا ده فيه عدة طرق يبقى إذن الإجابة خاطئة اقرى السؤال وضبقك فيه القراءة كويس عشان تعرف تحل صح وزي ما قلتلكم فيه الفورمة موجود فيه أسئلة كتيرة جدا ومتنوعة حلها وهتقيمك الفورمة هيتقيمك وهيبعت للتقييم عايزة شوف أكبر ناس منكو دخلوا كتير ودي الروابط لزميلك عشان يدخلوا عشان يستفيدوا فيهرس المكتبة هو قاعدة بيانات تتضمن جميع العناصر اللي تمتلكها المكتبة أكيد صح يا شباب تمام برافو يعد محرك البحث مكان جيد للبحث عن المعلومات من المجلات والصحف فقط فقط نخبرنا من الكلمة فقط طبعا الإجابة خاطئة لأن مش المجلات والصحف فقط أنا عندي رسائل علمية وعندي أبحاث وعندي كتب وعندي حاجات كتير فيهرس المكتبة هو نقط اللي بيشمل كافة العناصر المملوكة يلا نختار إجابة من أربع إجابات فيهرس المكتبة هو نقط الذي يشمل كافة العناصر المملوكة للمكتبة مديني تطبيق التواصل الاجتماعي مديني قاعدة البيانات مديني بصمة رقمية مديني ماسح ضوئي لا ده أنا على طول هجري على طالما فيهرس يبقى مرتبط بإيه شباب مرتبط بقاعدة بيانات برافو نقط هو مثال لقاعدة بيانات عامة تغطي العديد من المواضيع مين اللي عندنا ليه قاعدة بيانات عامة وجميلة وبدخل استفيد منها وعندها كل المواضيع الفيسبوك التويتر بنك المعارفة المصري انستجرام أنا بتكلم على قاعدة بيانات عامة تغطي العديد من المواضيع تمام برافو عليكم بنك المعارفة المصري ما فيهاش كلام اعرى بقى الكلمات اللي بين الأقواس وصححها بيقول لي قاعدة البيانات بتساعد الأشخاص على البحث في مواقع الإنترنت بناء على الكلمات والعبارات الرئيسية مين اللي بيساعد الأشخاص على البحث نحن قلناها في أول الدرس خالص وقلنا إن هي محركات البحث تمام وقلنا أنواعها ويعرف أنواع عشان ما تبقاش عندك أمية في الحتة دي لازم أتعرف على كل محركات البحث واشوف كل واحد بيفيدني بإيه واللي ما بيفيدنيش ما بيفيدنيش ليه بيقول لي هنا محرك البحث عبارة عن قاعدة بيانات تتضمن كافة العناصر اللي بتمتلكها المكتبة لا هو مال محرك البحث ده بتكلم عن قاعدة بياناتي بقى تمام برافو بتكلم على فهرس المكتبات آخر حاجة محرك البحث مكان جيد للبحث عن المعلومات من المجلات والصحف والكتب لا طبعا ده قواعد البيانات تعالوا بقى ندخل على آخر درس النهاردة وهو الأجهزة المحمولة وده درس بسيط جدا وسهل جدا والمفروض ان احنا آآ نحدد السمات المشتركة آآ في الأجهزة المحمولة ونقدم اقتراحات حول ايه يا جماعة؟ نقدم احتراحات حول كيفية دعم أجهزة المحمولة لعملية التعليم وكمان نصف كيف يمكن للأجهزة المحمولة ان تحسن حياة زاو الهما ده اللي هندرسه دلوقتي تعالوا كده ناخد أول جزء منها ونخلي بالنا على فكرة يا شباب ان الدرس السادس ده اسرائي معنى ايه اسرائي؟ اسرائي ده يعني مش هيدخل في التقييم بتاعنا تمام؟ يعني احنا هنعرفه ونتعلمه بس مش هيدخل فيه التقييم بتاعنا أنواع الأجهزة المحمولة هنيجي بقى هنا أنواع الأجهزة المحمولة أول حاجة القارئات الإلكترونية القارئات الإلكترونية إيه ريدر يعني ايه قارئ إلكتروني؟ قارئ إلكتروني ده بحط عليه كتب هو شبيه كده بالجهاز اللوحي عارف الأجهزة اللوحية زي زي التاب كده الكبير شوية شبهه كده لكن بيستخدم بس عشان أعرف كتب أو بشكل أساسي عشان قراءة الكتب دي اسمها القارئات الإلكترونية وهنقول بتفيد ناس كتير جدا منهم مين على ما هنشوف دلوقتي عندي كمان الأجهزة اللوحية اللي هي التابلت وعندي الهواتف الزكية اللي هي السمارت فون والاتنين دول اللي هي طبعا إحنا عارفين شكل الجهاز اللوحي اللي هو التابلت بصوا عامل إزاي طبعا بدخل عليه من خلال الإنترنت وانت إن شاء الله لما توصل للسانوية العامة إن شاء الله أولي سانة وكده تستريم حاجة جميلة زي ده كده تقدر تنفتح على العالم العلمي الجميل موجود فيه مكتبات وكل الحاجات الجميلة الهواتف الزكية طبعا دي موجودة في إيدينا كلنا اللي هي السمارت فون تستخدم في تصفح شبكة الإنترنت والتحقق من البريد الإلكتروني وغالبا ما تحتوي على كاميرات ومكبرات ضوئية ودقة شاشة عالية الجودة ودقة شاشة عالية الجودة وطبعا الكاميرات بقى إيه؟ يعني بنستخدمها استخدام رائع وبنحط على الحاجات موجودة بتتخزن عندنا وننقلها بالبلوتوز أو ننقلها على جهاز الكمبيوتر بتاعنا كل الحاجات دي اسمها أنواع الأجهزة المحمولة اللي هي الكارئات الإلكترونية والأجهزة اللوحية التابلت والهواتف الزجالي والسمارتفون تمام؟ سمات الأجهزة المحمولة الأجهزة المحمولة بتتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة بقابلية حملها وإمكانية اتصالها بشبكة الإنترنت سهلة جدا أنا باخد اللابتوب بتاعي وبروح على الشغل علشان أكمل شغلي وعشان أخده كمان البيت أكمل الشغل بتاعي باخد التابلت معي عشان المدرسة وبرجع أشتغل أكمل شغل عليه في المنزل يمكن حملها وضع كمان أو عمودي أو وضعها بشكل مسطح في أجهزة تتحط بشكل مسطح جميلة جدا وبتتصل كمان بأجهزة أخرى يعني ممكن أعمل اتصال من جهاز لجهاز عبر الشبكات أو عبر البلوتوس تمام؟ وتعمل العديد من الأجهزة المحمولة بتقنية اللمس زي الموبايل كده التاطش كده اللي بنقول عليها التاطش اللي هي تقنية اللمس الأجهزة المحمولة بقى أهمتها إيه أولاد في التعلم؟ يا نهرب يد دي جميلة ورائعة دي بتطيح مستويات مشارقة بمعدل أعلى أنا دلوقتي أنا بكلمك من خلال إيه؟ أنت بتبصت عليه من موبايل من أي مكان أنت قاعد فيه مش شرط تبقى قاعد في البيت أنت ممكن من مدرسة فتحت الدرس خلاص وتفرقت عليه ممكن تحل الفورمت خلال الموبايل بتاعك من أي مكان يبقى إذن الأجهزة المحمولة بتطيع مستويات مشاركة بمعدل أعلى للتلاميذ كمان بتعمل إيه؟ بتوسع نطاق التعلم خارج الفصل الدراسي على سبيل المثال لو أنا حبيت أنشئ مقاطع فيديو قصيرة أو ألطقت صور لمشروعات يا سلام عندي برامج كتيرة جدا للتقاط الصور وبرامج أكتر منها تعمل لي مقاطع فيديو وفي مجاني وفي غير مجاني كمان أن أنا أعمل عملية إيه؟ بقى مسح رموز الاستجابة السريعة اللي هي QR codes للوصول إلى الفيديو والمقاطع الصوتية مش ساعد أنت كده بيبقى عندك كتاب وكتاب ده من وراء موجود فيه الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده الشكل ده اسمه QR code بعمل إيه؟ باجي أنا بالموبايل بتاعي ويكون فيه الخاصية المسح دي أو باخده كصورة وبحوله QR وابتدي أقرب من الشكل زي ما مثلاً أقول لك ببساطة مش ساعد إحنا بنفتح الواتساب بتاعنا من الموبايل على الكمبيوتر الشخصي بتاعنا بنعمل إيه؟ بندخل على الويب بتاعتها اللي هو بتظهر لنا العلامة وبعدين بدخل على الموبايل وبعدين بعمل إيه بقى؟ باخده من خلال إن أنا بعمل ارتباط وبتظهر للصورة يقوم كل البيانات الموجودة في العلامة دي هتظهر عندي لو أنا شغال على الواتساب هيجيب لي الواتساب زي كأني شغال على الموبايل بالزبط لو أنا دخلت على كتاب ودخلت دي وعمل أسئلة هيدخل من خلالها ويدخل على الأسئلة بالزبط تمام كده يا شباب؟ سهولة الوصول إلى المعلومات قد يقلل من مهارات التفكير والتفاعل الاجتماعي هل ده فعلا صح والغلط؟ أنا المفروض يا شباب أوازن بين استخدام التكنولوجيا ووازن بين كل حاجة يعني أنا دلوقتي عشان أدخل على المعلومات بقت متاحة قوي بالنسبة لي بالزيادة مش معناه أن لو أنا قلت لك أعمل بحث تروح جاري تاخد قبي وبست وتحطه لا ده أنت كده ما شغلتش تفكيرك خالص وما تفعلتش خالص لا ده أنا المفروض أن أنا عشان أوصل للمعلومات أوصل لها وكراها أزود أغير أعمل أفهمها أكتبها بسياغة بفكري أنا لأنه مش معقول أن أنا دلوقتي عشان عندي المعلومات بتجري بس سهلة أن أنا هبطل أفكر وهبطل أن أنا أتفاعل وأروح أتكلم مع غيري خلي بالكم من النقطة دي يا شباب بيقولك كما أن قصرة استخدام الجهاز المحمول لأسباب اجتماعية أو طرفهية يعد مشكلة أخرى محتملة حازر حازر أن طول اليوم أنت ماسك الموبايل آه ممكن استخدمه في التعليم بس كل حاجة لو استخدمت بطريقة أكتر من اللازم بتسبب مشكلة أي حاجة في حياتنا لو استخدمت كل الأكل بطريقة كتيرة ببوز عندي جسمي ببوز كل حاجة سبحان الله ربنا قال كل حاجة بالتوازن يعني كل حاجة لازم أخدها بالقدر اللي يخليها ما تقزينيش هستخدم الجهاز المحمول هستخدمه بالقدر اللي ما يخلينيش عملية أذى بالنسبالي ركزوا يا شباب أن أنا ما نتقزيش أو ما يبقاش عندنا جزء من الأذى في الموضوع ده أن أنا أستخدم الحاجة بحرافية أستخدمها في الأوقات المناسبة كمان آخر حاجة لو حاجة مرتبطة بصغر حجم الشاشة بتجعل قراءة النصوص ومشاهدة الرسومات البيانية أمر معقد وصعم يعني بص هي شوف البنت عاملة ايه بتبص قوي المبايل نحازر من كده لما يكون عندي رسومات أو حاجات معقدة أحاول أفتاحها على الكمبيوتر على شاشة أكبر عشان مايقصرش ده على النظر بتاعي وبرضو كتر استخدام التكنولوجيا وأن أنا أقرب منها بكسرة يامل لي مشاكل برضو في النظر كل حاجة يا شباب نستخدمها بطريقة وسطية وسطية تمام هنا بقى بيقول لي أن في تقديم حلول باستخدام التكنولوجيا المتطورة لمين يا جماعة لمين لزو الهمم إزاي بيقول لي من دون منتجات وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة المخصصة للأجهزة اللوحية والهواتف الزكية يواجه زو الهمم تحديات في الحصول على التعليم والرعاية والصحة والتوظيف فعلا إحنا الفترات الأخيرة ومع اهتمام الدولة والعالم كله بي زو الهمم ابتدت تظهر تطبيقات ومنتجات فوق الرائعة خليتهم يقدروا يتواصلوا بطريقة يعني طبيعية جدا مع العالم الخارجي ويبتدوا ياخدوا رعاية وتعليم وسحة بطريقة أفضل ما ننكرش ده أن التكنولوجيا سببت تسببت للناس دي في تطور هائل من جميع النواحي كمان توفر التكنولوجيا المتطورة المثبتة على الأجهزة المحمولة حلولا جديدة على سبيل المثال يمكنها أن تقدم لزوء الهمم الخدمات التعليمية في المنزل كما يمكن لتطبيقات المساعدة على الكلام مساعدة التلاميذ المصابين بالتراب التعلم غير اللفظ في المشاركة داخل الفصل وتعاون البرامج المساعدة المثبتة على الأجهزة اللوحية والهواتف الزكية الأشخاص زوء الهمم كمان بيعملوا بها أدارة للوقت وبيعملوا بها المهام يا خبرة بتعمل لهم شغل رائع جدا لازم كل ده نعرفه عشان إحنا لو عندنا أي حد سواء في الأسرة أو في الأصدقاء أو في العالم المحيط بينا حد من زوء الهمم نقدر نساعده نقوله إن فيه تكنولوجيا متطورة مسابتة إن هو يقدر يستخدمها يلا بقى تعالوا نحل الأسئلة تعمل العديد من الأجهزة المحمولة عن طريق اللمس هل الإجابة صحيحة ولا غلط طبعا صحيحة مسح رموز الكيو آر يعيق الوصول إلى مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والنصوص إجابة خاطئة بدون منتجات التكنولوجيا المتطورة يواجه يواجه أصحاب الهمم تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف طبعا الإجابة صحيحة اختاري الإجابة الصحيحة بيقولي من أنواع الأجهزة المحمولة الهواتف الزكية أجهزة اللوحية قارئات الإلكترونية كلهم طبعا الإجابة كلهم تتميز أجهزة الكمبيوتر اللي هي الأجهزة المحمولة بكبر حجمها بطء وسرعتها صعوبة حملها ولا صغر حجمها لا أكيد طبعا صغر حجمها في النهاية أتمنى لكم يا رب دايما التوفيق والنجاح الدائم أعزائي طلاب الصف السادس ادخل على الفورم أنا حتطلقه في الشات اختبر نفسك قيم نفسك أنا أعيزاك أكثر ناس وسطية في استخدام التكنولوجيا استخدم التكنولوجيا في الأشياء المهمة نستفيد من الدروس كمان الإسرائيلية فيها حاجات رائعة خليك دايما مصقف تكنولوجيا ومع تمنياتي لكم بمزيد من التوفيق والنجاح وكان معكم دكتورة حنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر